على الوضعية الصحية الخوك منصف عبل بالظهر البارح كانت تعدى مع نوفل وتعدى زادة كيف كيف البارح مع هادي زعيم جبد العائلة وجبدولو ع العائلة قال رو ما عاونونيش وكل شي يرينا تدوينة زادة المريم نوردين بكري شوية من نصة عالتالي قالت فيها انو مايجيش اللي صار هذا الكل رو العائلة ما عندها حتى دخل في الموضوع فما حاجات نعرفوهم احنا ما تعرفوهم شنتو ما دونك وربيش فيها عمي ذك عمي وربيش فيه وكذا وكذا اليوم اه شو موقفك نوردين الكحلاوي من اللي صاير الكل ومعنتها اليوم كينا حكيو على الموضوع ولا الناس الكل تحكي في الموضوع معنتها موضوع عائلي ولا محتوط في الاعلام محتوط على الريزوسوسيو معنتها اليوم متهم انك ما عاونتوش حسب كلام منصف عبل تحيي لي وان شاء الله ربي يشفي اليوم شو موقف نوردين الكحلاوي من الموضوع معنتها مالنجا مش ما نسلكش موضوع كيما هاكا سيرتوم معنت الناس الكل تحكي عليه وهذا موضوع عائلي الحق معنى ما دا بيب نحكيش فيه لكن موضوع يلزم كمام توضح العائلة انا كدنا واحدة باش نقول لك عليها و و و اضغطها اخويا مقصدناش احنا احنا اخوته اثنين يمشي يعمل العملية وين يحبي عليه في كلينيك حتى متعني اوركو ونخلصوا الفاتورة احنا ام هذا هذا اللي نجي منقوله انا بالضبط ام هو قال لي ما يهزش علي تليفون وما يسألش علي لا انا كنت مريض الله يلتوب انه بريك انا عملت عملية على قلب المفتوحة عملية اختيرة برشة الحمدول الله يلتوب من ربك سبحانه التومة زيت العاني وكده وعلى كل احد حمدول الله ما بقات يمشي يعمل عملية وين يحب هو واحنا موجودين اخوتهم موجودين انشاء الله انشاء الله انشاء الله انتوكا الساعة هو قال انشاء الله جمعة جاي يظهر التحليل انشاء الله انشاء الله انتوكا يطلع ما عندوش المرض الخبيث انشاء الله ربيش فيه منصف عبلا اه تقلقتك عائلة من الموضوع تترح في الاعلام طبعا طبعا معنا شوتنا مشوها عائلة معنى رينا اليوم التدوينة معنى تدوينات متاع ابنه منصف عبلا قال راو خانقولك شنو قال بالضبط دونك ابنه على مواقع التواصل الاجتماعي كان هبط تدوينات اكتب فيها الكذب في المصالح جايز اما راه الكذب زادا حبال وقصيرة في القريب العاجل نشوفه الحقيقة اكتب زادا والله يتوينسا انا مكرم عبلا لمن بردلكم على قلوبكم في القريب العاجل اكتب زادا حق الرد مكفول بالقانون سافضح منتحيلة الصفة التي قدمت نفسها على اساس لقبها عبلا واساليب التحيل التي تتبعها هي ومن معها دونك هنا في رد بسيط على اوصف اللي قاعد صايرة ذلك كله كذبة مع انتها هاو قل لك هاو قل لك هاو قل لك مبعد ستظهر الحقيقة كلمتوا بعثكم بعد التليفون شكون انا وشكون انتوا منصف لا ما كلمنيش لا فما قطيعة لا لا مش قطيعة ما انا متغشش لكثر ودق متغشش ومش معقول يصير هك مش معقول يصير هك طوى ولا متغشش من قبل متغشش من قبل صارت الحكاية العملية هك مرة الولى وهذه المرة الثانية ونور مرمو اهلو مكة ادرب شعبها اخوتو هما اللي بيهم الفايدة وكن محلخوتو هز التليفون ادورا يمريض ما نسكتوش واخر امم ان شاء الله هنتوك اه ربي فضلكم لبعاظكم هذا بيت القسيد يا عائش هذا بيت القسيد مع انت لين حتى حتى تدوينها متاع ماريام بكري تحييلها ماريام نوردين كنت ابت تدوينة على الموضوع وقلترا وهذا موضوع عائلي وخدموا بيك عامي خدموا بيك هين عام ما اخدموا بيه ويش فيه خدموا بيه خويا خدموا بيه والله يهديه الأكثر لكن كنت تنجمه وتحيته به من قبل معتها قبل ما يخرج حتى للإعلام يرحم من ذيك أنا معدي ساتريت بشي نشوفوها مريض خالي أدور أني مريض قداش عمدها القاطعة لا معديش بشي معديش أنا بقدري وقلتك له في أمي معناها عملت عملية وكذا هذا هو يخليني معناه من خدمة للدار ومدار إن شاء الله ربي يفضلكم لإبعاثكم وإن شاء الله نسمعوكين لإخبار الطيبة منكم الزوز معناها اليوم معناها زوز فنانين كبار معناها نحبوكم الزوز نحبوه منصف نحبوه نوردين الكحلوي كل واحد في جوه كل واحد في طريقة الغنام معناها الزوز فرحتونا في أفراحنا ومساراتنا نفرحوك تكونوا أنتوما فرحانين معناها سؤالي لو مش نحب نزيد نقازم لا بالعكس معتها مذبية الأمور معناها تكون محليكم معناها مذبية لو تليفون طيو مبعاثكم أخوتي طيو كل ما أخوتي أنا قلتك أخوتي استنى وقتاش يزوز قل الله لا يوريه له المرضى ساعة وقتاش يزوز وإحنا مستعدين إن شاء الله ما أكثر من هكا من نجمش نقولوا حاجة أخرى إن شاء الله إن شاء الله ربي فضلكم لبعاثكم أنا أكثر غنية عجبتك في الفترة الأخرة في الغانية أهل أصبر يا جلبي يا جلبي أصبر يا جلبي يا جلبي أصبر يا جلبي حتى لني فرج ربي يا جلبي أصبر وستنى حتى تنال ما تتمنى على العذاب اللي منا ومنا بخلي يا عالم وله ربي آه يا جلبي الله 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 برافو شاهيتني في الأغاني شاهيتك والله شاهيتني مش في حاجة أخرى بش نقترح عليك بش نقترح عليك حاجة تغني لهم هاد شنو وضعية البلاد حاليا كان تعبر عليها بأغنية وإلا بحاجة من الماضي من الحاجة اللي غنيه مردين ولا آه يا جلبي قل لي وين أحبيبك آه يا جلبي وين عزك وتيبك علينا ما تتكبر أنا كنت رفيقك لا تعالى تتجبر كبرت وبان شبك آه يا جلبي قل لي أشم خبه آه يا جلبي قل لي أشم خبه قل لي أشم خبه ما تخلي اللومي في داك الله الله برافو الوضعية الثانية اللي هي آه شنوها تقول للفن الشعبي حاليا في الوضعية الحالية اللي يعيشها الفن الشعبي اللي يعيشها الفن الشعبي مش شو نقول لك حملي لازار حلو الباب الشرقي حلو الباب الشرقي ديوف لكم في الدار شوف الزين مشوار وينك يا بارقي وينك يا بارقي الله الله آخر وضعية أو آخر موضوع لو نطلب منك أغنية تهديها المنصف عبل شو تكون شو نقول شو نقول اغنية 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 لو تعبر اغنية اهلا بالغالي طل بزين الغالي قوال كل قول لي خويا اشنا يديلو جحفة وعروسة وجمل جحفة وعروسة وجمل وينو حمودة وينو وينو حمونا طل علينا الغالي خونا وربي عزو وربسونا وروحي بفكارو مفتونا ما بنو هزينا عسل اهلا بالغالي دي غيره الله الله برافو نوردين الكحلاوي شكرا على تلبيت الدعوة نحب نخلي لكلمة خيتان شو تقول للناس اللي تحب نوردين الكحلاوي شو تقول الناس اللي اللي تابع فينا وتابع فيك انتي زادا شو تقولهم ان شاء الله ما ما نكونوش ما نعبع على على المواطنين اللي سمعوا فينا وان شاء الله أخوكم من الوردين الكحلاوي ويوعدكم كيمة الشريطات اللي حملتهم ان شاء الله شريط هذا ازاي 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 عائلة تحية اللي كنتي والعائلة الكل وتحية للمنصف عبلا الفنانزة الكبير شو تابع ربي بشاملكم وان شاء الله ديما ملمومين في الخير إن شاء الله